فكياً لما قلت لكم إنه التلاتة اللي استبعدهم فيتوريا في المعسكر الأخير من منتخم مصر الباب مش مقفول قدامهم تماماً سفيه اتنين خرجوا من الحسابات في كاس الأقوامة الأفريقية اللي جاية لأسباب مش تأديبية لأسباب فنية حمد الكلام الأولة التلاتة اللي كانت تم استبعدهم من المعسكر طريق حامد وحسين الشحات وأمام عشور طريق حامد وحسين الشحات غاليمة مش يبقوا موجودين في قائمة منتخم مصر في كالسنومة الأفريقية اللي جاية ليه؟ فيتوريا عايز ينزل شوية بمعدل الأعمار في البطولة وبالتالي مش عايز ياخد طارق حامد وحسين الشحاد بس غالباً هياخد إمام عشور هياخد إمام عشور هو شايف إنه وسط الملعب هبقى في إمام عشور مرون عطية محمد النني حمد فتح إيه محمود حمادة فأنا ممكن ما بقاش محتاج طارق حامد قدام في الجناح يعني هيبقى عنده صلاح وزيزه ومصافات حيه ومرموش فممكن ما بقاش محتاج في الجناح حسين الشحاد بس وبساطة يعني عشان بس لما تلاقي إنه الراجل بياخد إمام عشور ومياخد طريق حامد وحسين الشحاد ما تقولش طب هو سامح إمام عشور ليه ما سامحش الاتنين هو الراجل هيحسبها فنياً بشكل بحت مفيش هو زي ما قلت لكم بكده وكابتن حازي إمام المشرف العام على منتخب مصر وعضو مجزد دا اتحاد الكرة كان أقلّف في مدخلة هنا قبل كده إنه الراجل ما عندهش أي موقف شخصي مع التلاتة وإنه موقفه خلص الخلص بيه بيستبعدهم بس هيخدهم بعد كده آه عادي جد لو محتاج بس هو مش هيبقى محتاج غالباً طريق حامد وحسين الشحاد في كاس النوم الأفريقية اللي جاية وهيبقى محتاج إمام عشور طبعاً لو جاهز لسه مع منتخب مصر والمعلومة اللي أولاً لكم ديت بنسبة كبيرة هتحصل يعني أحمد فتوح هيبقى مع منتخب مصر في قائمة كأس الأم الأفريقية البطولة القادمة إن شاء الله اللاعب فتوح مع جهاز المنتخب اتفقوا على برنامج خاص هيخضع ليه اللاعب تحسباً لعدم حل قزمته مع نادي الزمالك وعودته للمباريات تكلموا معاه وإحنا عرفنا إنهم تكلموا معاه في هذا الأمر وبالتالي فتوح منتخب واخد قرار إنه هيخذه في كأس الأمم الأفريقية القادمة موقف محمد صبحي هو اللي لسه موقف معلق لسه الموديل الفني مستني عودته للمباريات ولو مرجعش للمباريات غالباً هيتم استباعده من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية ده فيما يخص المنتخب الأول